عقد مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام ندوة بعنوان سجون العراق مآس وراء القطبان سجن الحوت انموذجا حيث صلطت الندوة الضوء على ما يجري من انتهاكات بحق المعتقلين داخل سجن الحوت في مدينة الناصرية لا تجدد الحكومة العراقية لحد الآن معالجات لها وبالتالي نحن اليوم أمام انتهاكات مستمرة انتهاكات ليس لها أي علاج ليس لها أي حل حقيقة لا توجد هناك إرادة حقيقية لمعالجة هذه المشاكل والوقوف على السبل الكفيرة بحقها وأشارت الندوة إلى اكتظاظ السجن بالمعتقلين رغم أنه شيد الاستيعاب ستة آلاف سجين فقط ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين السجناء التقارير تحدثت عن وجود أكثر من يعني تقريبا أربعين ألف مرد نقول أكثر أربعين ألف سجين داخل السجن وإحنا ذكرنا أنه الإطاقة الاستيعابية لهذا السجن هي استالاف يعني لك أن تتصور يعني أعداد فائق جدا والخدمات اللي موجودة داخل السجن لا يمكن لها أن تغطي مجمل هؤلاء منظمات حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات الإنسانية أصدر التقارير حملت الحكومة الحالية مسؤولية عمليات التصفية الجسدية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الحكومية رد الحكومة العراقية ورد وزارة العدل على التقارير الذي يتكلم عن وجود انتهاكات كان رد سلبي جدا وكان رد لا يرقى حقيقة لدرجة الانتهاكات وخطورة الانتهاكات الموجودة لكن المشكلة الرد كان فيه اعتراف صريح على وجود اكتظاث داخل السجون وعلى قلة المستلزمات الصحية كما تحدثت الندوة عن بشاعة ما يجري في سجن الحوت والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون فيه وتكشف المعلومات الواردة من السجون عن وقوع انتهاكات جسيمة وجرائم تعذيب تخالف المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما تصر الحكومة الحالية على عدم التعاطي مع التقارير والإدانات الدولية لهذه الانتهاكات